موسيقى في يوم الوحدة اليمنية الرئيس العلمي يقول إن القضية الجنوبية هي أساس الحل الشامل تقرير أوروبي يصف تهديدات ميليشيا الحوثي باستهداف البحر المتوسط بأنها ضجيج ودعاية عقد من الحرب يدمر معظم المدارس في اليمن معلمون بلا رواتب وتلميذ أدسنا تحت الشجر موسيقى موسيقى ساعة إخبارية جديدة نخصصها لأخبار اليمن من الحدث معكم المبروك صير أكد رشاد العلمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن التزام المجلس والحكومة بالعمل على ضمان المشاركة الواسعة في صنع القرار دون إقصاء أو تهميش وشدد في خطابه بمناسبة الذكرى الرابع والثلاثين للوحدة اليمنية على إنهاء ما اعتبرها المراكز المقدسة للحكم واعتبار القضية الجنوبية أساس للحل الشامل إننا نؤكد التزامنا الكامل بالتعهداتنا السابقة في هذه المناسبة وفي المقدمة اعتبار القضية الجنوبية أساسا للحل الشامل وانفتاحنا على كل الخيارات لتمكين شعبنا من تحقيق تطلعاتهم وتقرير مركزهم السياسي ونمائهم الاقتصادي والاجتماعي والثقافي بموجب المرجعيات الوطنية والإقليمية والدولية وهذا هو الوطن الجديد الذي نسعى أنا وإخواني أعظم مجلس القيادة الرئاسي إلى تجسيده واقعا بقدر المستطاع من خلال العمل الدؤوب لتصويب الأخطاء وإعادة بناء المؤسسات والتمسك الصادق بقيم الشراكة في السلطة والثروة والتوافق الوطني ومن خلال تمكين السلطات المحلية وتعزيز استقلاليتها ودعم آليات الحكم الرشيد وترسيخ إلى مركزية السلطة على أنقاض فكرة المراكز المقدسة للحكم العليم أكد أن الحوثي فشل في إدارة المعركة السياسية والاقتصادية أمام الحكومة اليمنية رغم سعيهم الكبير في استغلال الأحداث في غزة مشيرا إلى أن لا خيار أمام الحوثي دون الجنوح للسلام وعلى مدار الأشهر الماضية فشل الإرهابيون الحوثيون بخلاف ما صورت لهم أوهامهم في إدارة المعركة السياسية والدبلماسية والاقتصادية أمام مؤسسات الدولة الشرعية وقواها الوطنية وانتهى بهم المطاف إلى مزيد من العزلة المحلية والدولية رغم رهاناتهم الانتهازية على ركوب موقع التعاطب العربي والإسلامي مع القضية الفلسطينية العادلة والمزايدة بأوجاع شعبها العظيم لذلك ليس هناك من خيار اليوم أمام عملاء إيران سواء الجنوح نحو السلام وهو ما يرفضونه شكلا ومضمونا حتى الآن أما بخصوص الموقف من السلام فإن مجلس القيادة الرئاسي يشدد على المبادئ الأربعة التي أكدنا عليها مرارا أولا التمسك بالمرجعيات الوطنية والإقليمية والدولية وعلى وجه الخصوص القرار 2216 ثانيا التأكيد على عدم المساس بالمركز القانوني والسياسي للدولة العض في الأمم المتحدة ثالثا شمولية عملية سلام وحمايتها بضمانات إقليمية ودولية بما في ذلك حضور القضية الجنوبية في أي مشاورات مقبلة ورابعا استمرار سياسة الانفتاح على كافة جهود الوساطة المرتبطة بتخفيف معاناة مواطنين وتأمين مصالحهم وسبل عيشهم الكريم من الرياض ينضم إلينا المحلل السياسي اليمني مانع المطر مرحبا بك شكرا لوجودك معنا أستاذ مانع عندما استمعنا إلى كلمة العليمي كرر كثيرا الجنوب وعاد وكرر من جديد مسألة الجنوب ما الذي نفهمه من هذا التركيز نعم تحية لك والمشاهدين الكرام وأهني في هذه المناسبة الشعب اليمني بمناسبة الذكرى الوحدة أعتقد أن الرئيس فخامة الرئيس إرشاد العليمي أراد أن يكون واضحا في منامسة القضايا الوطنية واحد من أهم الأسباب التي أدت إلى ما نحن عليه فيه من أزمة سياسية هو إنكار حقيقة ما جرى في المحافظات الجنوبية بعد حرب صيف 94 وتحول النظام السياسي من نظام شراكة وطنية قامت على أساسه الوحدة إلى نظام تغلب وبالتالي كان الرئيس رشاد العليمي حريصا على إيصال هذه الرسالة إلى مواطنية الجمهورية اليمنية في المحافظات المحلقة وبالأخص المحافظات الجنوبية لكي يدركوا جيدا أن هناك استشعار بالقيادة السياسية بأن مدخل الحل الحقيقي للأزمة اليمنية أو للصراع في اليمن هو بتحقيق دولة المواطنة التي تحقق الشراكة في السلطة وأن مدخل الحقيقي لهذا الأمر هو من خلال حل عادي للقضية الجنوبية وفقا للمرجعيات التي تم التوافق عليها وأن هناك انفتاح لدى القوى الوطنية للنقاش حول أي خيارات تحقق المركز القانوني أو من حق الناس أن يحققوا مركزهم القانوني في الدولة الواحدة طيب في حديث الإعلامي شدد على إنهاء معتبرها المراكز المقدسة هل كانت اليمن على مدار 34 عاما تحكم من هذه المراكز المقدسة أو ما المقصود بخطابه للأسف ليس فقط خلال 34 عام وإنما منذ 5 نوفمبر 67 حكمة اليمن خصوصا جمالا يعني بما يعرف بالمركز المقدس والمركز المقدس هنا مقصود به العصبوية السياسية التي تتشكل من خلالها مركز ما على أساس مناطقي أو قبلي وبالتالي يسيطر على بقية أطراف البلاد وكان هناك أمل لدى اليمنيين جميعا أنه بتحقيق الوحدة سيتحول الناس إلى نظام سياسي تحقق فيها الشراكة السياسية لكن بعد حرار 94 تمكن المركز المقدس الذي كان يحكم من الاستيلاء على السلطة والتفرد بها وإقصاء كل الأطراف وهذه الفكرة فكرة المراكز المقدسة هي فكرة أحادية تأتي بالصراع بشكل دائم وتنقسم بشكل مستمر من داخلها من ما يؤدي إلى تأتيج الصراعات والحل كما طرحه فقامة الرئيس هو بإنهاء فكرة سيطرة المراكز المقدسة وهذا الحل قابل التنفيذ قابل التنفيذ يستطيع الرئيس اليوم إنهاء هذه المراكز كل القوى الوطنية تضررت من الفكرة وبالتالي عندما يتكلم الرئيس بهذا الأمر أنه يدرك أن هناك إدراك حقيقي لدى القوى الوطنية أنه لا مجال لعودة المراكز المقدسة إلى الحكم ولا مجال لأن تتحمل القوى الوطنية مزيدا من الأضرار بسبب المراكز المقدسة وأن الحل الوحيد هو في مشاركة كل هؤلاء في بناء مركز دستوري قانوني للدولة يحدد في آلية تداول سلمي للسلطة وتحدد في آلية مشاركة كل مراطق اليمن في السلطة والثروة بما لا يجعلها تشعر بأنها مغلوبة كما كان يحدث في الماضي وتشعر أيضا أنها تأخذ حقها واستحقاقها في هذه الدولة وهو الأمر الذي سيعزز فكرة المواطنة وفكرة الاندماج داخل الدولة أما عندما تبقى محافظات معينة تشعر بأنها تنهى بثرواتها وأن هناك من يستأذر بثرواتها من خارجها ومن خارج أبنائها وأن أبنائها ليس لهم حقوق بالتأكيد ستتكرر النجاعات الانفصالية وعدم الشعور بالمواطنة وبعدم الشعور بالرضو وبالتالي تتجدد دولات العمر طيب مسألة ما طرحه أيضا العليمي في خطابه على أن كل الخيارات ولكن أهمها خيار الحل مفتوح الحوثي له مساحة في الحوار أم فقط هذه للأطراف المنضوية تحت المجلس الرئاسي اليمني لا أنا أعتقد أن فخامة الرئيس لو استكملت قراءة خطابه وأنه يقول لم يعد أمام الميليشيات الحوثية الإرهابية التي أصبحت ذراعا للإيران إلا أن تنصاع لخيار السلام والإنصاع لخيار السلام معناه بالضرورة أن يكون لهم مساحة في هذا الوطن مثلما بقية المكونة السياسية لكنها لن تكون مساحة مبنية على قوة السلاح أو على احتفاظها بالسلاح مستقبلا ستكون مثل أي مكون وطني إن اختارت أن تكون مكونا وطنيا تتخلى عن العنف وعن ثقافة السلاح وعن ادعاءها بالحق الإلهي في الحكم وأن يكون لديها بظلامة السياسية واضح يحترم الدستور ويحترم الشراكة الوطنية ويحترم كل مكونات المجتمع ولا يدعي أن لديه السيادة على البلد ومواطنيه ولكن مسألة الذهاب مع الحوثي للسلام الحوثي كل بياناته هي فقط وعيد وتهديد بالسلاح لليمن وللجميع مسألة طرح فكرة عودة إلى الحوار مع الحوثي ألا تعتقد بأنها فكرة صعبة؟ لو لاحظنا خيارات الحكومة اليمنية والقيادة السياسية منذ 2015 هي لم تغلق نافذة السلام رغم أنها في مراحل عدة استخدمت لغة الحرب من أجل فرض السلام لكنها تدرك جيدا أن هذه الحرب لم تختارها وإنما فرضت عليها ولو تابعنا الخطاب الأخير لفقامة الرئيس بشكل كامل هو تكلم أن هناك جهوزية عالية لدى القوات المسلحة وكافة التشكيلات العسكرية لتأديب الميليشيات الحوثية أو للتصدي لأي تصعيد قادم صحيح أن الحكومة لا ترغب في التصعيد حفاظا على الدماء ومن أجل أن تبقى نافذة السلام مفتوحا لكن لا أعتقد أن هذا الخيار يبقى مستمرا إلى نهاية صحيح الحوثي يهدد ويتوعد لكنه أيضا فشل حتى في تحقيق تهديده صحيح أنه يعطل عجلة التنمية لأن أي بلد مشغول بالحرب ومشغول بالتهديدات التي تقوم بها ميليشيات الحوثي لا يستطيع أن يحرك عجلة التنمية بشكل سليم لكن في النهاية الحكومة تستطيع أن تحقق إنجاز على الأقل في المناطق المحررة وتستطيع أن تشكل نموذجا جاذبا فقط تحتاج القيادة السياسية إلى صدق المكونات الوطنية وإلى وقوفها بحزم وراء أي اختلالات وإلى مساعدة الحكومة أيضا وإنشادها إن كان هناك أخطاء شكرا جزيلا لك من الرياض المحلل السياسي اليمني مانع المطرين وفي نشرة أيضا غارات أمريكية بريطانية جديدة على مواقع الحوثي في مطار الحديدة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وكيف حدث اكثر من 22 مليون متابعا وما يقارب 475 مليون مشاهدة ونصف مليون زائر لموقع الحدث شهبيا تابع وشاهد الأخبار البحلية والعربية والعالمية على الحدث من خلال منصات التواصل الاجتماعي شاهد وشارك وتساعد في مقابلة خاصة مع الحدث أكد نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي لشرق الأوسط دانيال شابيرو دعم واشنطن لدول الخليج لتعزيز دفاعاتها في مواجهة الإرهاب مشيرا إلى تحديات غير مسبوقة تتسبب بها ميليشيات الحوثي الولايات المتحدة الأمريكية ومجلس تعاون القليجي لديهم أوقود من التعاون في المجال الأمني النرمي لمواجهة التحديات المشتركة وجه المنطقة أكثر ازدهارا وأمنة بالنسبة للجامعة عامنا اليوم مع مسألة أولا نظام دفاع ضد صوريخ نعم مرمي لتبادل معلومات وتمكين للأطراف بربط أنظيمتها لتحقيق المزيد من الأمن ومواجهة تهديات من إيران والجامعات المدعومة من إيران كذلك أعرب نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي للشرق الأوسط في حديث خاص للحدث عن التزام بلاده بضمان حرية الملاحة الدولية واصفا هجمات الحوثيين بالمشكلة الدولية إذ تعمل الولايات المتحدة على تجفيف منابع تمويل الحوثيين حسب تعبيره الولايات المتحدة عبرت عن التزامها لضمان حرية الملاحة الدولية أمر لا يقتصر على الجبهة العسكرية نحن نفرض عقوبات على الحوثيين وداعمهم أيضا من خلال دراجهم على القوائم الإرهاب وكذلك العمل على تجفيف منابع تمويل للحوثيين حتى لا يشتروا هذه الأسلحة أفدت وسائل أعلام حوثية بأن قصف أمريكي بريطانيا استهدف مواقع الميليشيات في مطار الحديدة الدولي غربي اليمن وبحسب الإعلام الحوثي فإن مجموعة الغارات الغربية في المطار بلغت ست غارات دون أن تعطي أي تفاصيل عن الخسائر المادية والبشرية في الثالث من ماي الجاري هدد زعيم ميليشي الحوثي بتوسيع عمليات استهداف السفن لتصل البحر المتوسط ضمن ما أسماها بالمرحلة الرابعة من التصعيد لكنه لم يفعل رهما مرور أكثر من عشرين يوما شركة ميرسك للنقل البحري وهي الأكثر تضررا بعمليات القرصنة الحوثية يبدو أنها أخذت تهديدات زعيم التمرد الحوثي على محمل الجد عممت على عملائها بأن منطقة الخطر في البحر الأحمر توسعت لتصل مناطق أبعد هذا الأمر فنده تقرير حديث أصدرته شركة استخبارات المخاطر ريسك أنتليجينس الذي قال إن تهديدات الحوثي باستهداف البحر المتوسط مجرد ضجيج ودعاية لا ينبغي أن تأخذ على محمل الجد الشركة الأوروبية كذبت مزاعم الحوثي بقولها إن مهاجمة الأهداف المتحركة على بعد هذه المسافة سيكون أمرا معقدا للغاية لا سيما وأن طريقها من مناطق الحوثي في اليمن إلى البحر المتوسط مدججا بأنظمة الدفاع الجوية القادرة على ردع المسيرات والصواريخ الحوثية الاستهداف الدقيق لسفن المتحركة في البحر المتوسط يتطلب بالطبع الكثير من المعدات للتنسيق عن طريق الأصول البحرية داخل مسرح العملية وهذا الأمر غير محقق للحوثي الذي نجح في بعضه قبال تسواح لليمن بحسب التقرير الأوروبي يعود الفضل لنجاح بعض الاستهدافات الحوثية للسفن وفق التقرير لسفن التجسس الإيرانية المنتشرة في المنطقة لكن أذاء هذا الدور في البحر المتوسط الذي تغيب فيه سيكون أكثر صعوبة تقرير الاستخبارات الأوروبي أعطى الأولوية لشن هجمات البحر المتوسط لحزب الله لكنه لم يفعل والسبب أن هذه الهجمات لن تكون مقبولة من الناحية الجيوسياسية بالنسبة لإيران كما أن تصعيدا كبيرا كهذا في البحر المتوسط قد يكون له عواقب غير مقصودة على الشبكة إيران من الجماعة الوكيلة وكذلك على إيران نفسها من عدا ينضم إلينا المحلل العسكري والاستراتيجي العقيد الركن ياسر صالح مرحبا بك عقيد صالح أين مرحلة الحوث الرابعة من التصعيد اليوم؟ نعم مرحلة الحوث الرابعة جاءت بعد شهرين من تهديد إيراني في هذا الصدد بأنه سيهدد الملاحة في البحر الأبيض المتوسط والكثير ذهب إلى أنها غير جادة في هذا الأمر وأنها غير قادرة على هذا الأمر بالنسبة لإيران وعندما نتحدث عن الميليشيا الحوثية فهي استجابة لنداء أو لتحرك تسعى إيران إلى القيام به ولكن ليس بالضرورة أن يأتي عبر الميليشيا الحوثية يبدو أن الأمر ستقوم به إحدى الجماعات المنتشرة في الجغرافيا السورية أو في الجغرافيا الإيرانية رغم اللبنانية رغم إدراك محاولة إبعاد الخطر بقدر الإمكان عن الجغرافيا اللبنانية كون الحرب على قائمة وتريد فقط شيء من التصعيد من الجانب اللبناني لتتحول إلى حرب مفتوحة وبالتالي يحاولوا أن يبعدوا الجغرافيا اللبنانية عن هذا الأمر ولكن الجغرافيا العراقية متاح وقد شاهدنا استهداف مثل هذا من الأراضي العراقية وممكن عبر الأراضي السورية ولكن لن يتحمل المسؤولية أيضا في ظل الظروف التي نشاهدها يعني الفصائل العراقية وقعت على اتفاقية أو تفاهمات أمنية بعدم القيام بمثل هكذا عمليات سواء مع الحكومة الداخلية أو مع الجانب الأمريكي وبالتالي يجب أن يكون هناك طرف حتى وإن لم يفعله ومن سيتبنى الفعل الذي ممكن أن يحدث تقنيا التقرير أعطى القدرات الإيرانية الموجودة لدى ذراعها الحوثية حقها تماما في صعوبة الوصول في إنعدام وسائل التوجيه أو وسائل الاستطلاع المتقدم الذي توفره له سواء السفينة المدمرة البرز أو السفينة بحشاد وهذا غير موجود هناك ولكن إمكانية وصول أيضا هذه الصواريخ كمدام بالإمكان وصول ولكن هل بإمكانه أن يتجاوز القبة الحديدية المتواجدة في الأراضي المحتلة الفلسطينية أيضا هذا أمر أشبه بالمستحيل وإن حدث سيحدث من طيران متسكع لا يمثل تهديد مباشر تدميري على هذه السفن ولكن رأس المال جبان والحركة الملاحة وحركات التأمين فيها أيضا شركات التأمين دائما ما تجعل من أصغر تهديد وسيلة لرفع التأمين أيضا لمحاولة زعزعة الأمن والسلم الدولي بصعوبة وصول هذه السلع إلى الدول وبالتالي أيضا هي مشاركة في هذه الزعزعة قد نشاهد عمليات هجومية ولكن بالتأكيد لن تكون مؤثرة كما حدث في البحر الأحمر أو في خليج عدن تفضل طيب هل استنفدت إيران اليوم الحوثي تحديدا في تحركاته الملاحية لأنه عندما نرى على الأرض الحوثي قد ضعف كثيرا وبالتالي لا نرى كثير من الهجمات هي جعجعة بلا طحين دعني أن أشبه بما سيحدث في البحر الأبيض المتوسط بما حدث أيضا لشركة أرامكو أو لبعض الاستهدافات في المملكة العربية السعودية عندما أعلنت الميليشيا الحوثية عن تبنيها لهذه العمليات بينما العمليات كانت آتية من جنوب العراق وأيضا من اتجاهات أخرى واليوم نفس الأمر يحدث حقيقة القدرات الحوثية لا يمكن أن أحكم بأنها قد ضعفت لأننا في المجمل العام عندما ننظر بعين الحقيقة كم الاستهدافات التي نفذها الميليشيا الحوثية كم عدد الصواريخ التي هاجمت بها هي أعداد بسيطة لم تتجاوز 105 صاروخ منذ بدل العملية إلى 100 صاروخ طيران مسير صحيح هناك قرابة 500 طائرة مسيرة استخدمت في الاستهدافات ولكن هذه القدرات ليست مضعفة بقدر الدعم الذي وصل إلى الميليشيا الحوثية خلال السنوات الماضية وخصوصا خلال الأشهر الماضية عندما تم تخفيف آلية التفتيش الأممية ووصول القدرات إلى أيدي الميليشيا الحوثية إضافة إلى ذلك العملية لم تدخل حيز التنفيذ الحقيقي أي بمعنى أصح بأن قوات الحرس الثوري والبحرية الإيرانية ما زال لديها بعض الأسلحة تريد تجربتها من الأراضي اليمنية واختبار دقتها وإجراء التعديلات عليها كما حدث منذ بداية العملية أنا أتحدث بأن أهم مكسب حصلت عليه الإيران في هذه العمليات هو تجربة الأسلحة البحرية لديها وإجراء التعديلات الكاملة عليها وشاهدنا أول استهداف كان يبعد عن السفينة بعشر أميال وثم شاهدنا في الاستهدافة الأخيرة إمكانية الإصابة أو معدل الخطأ لا يتجاوز الميل الواحد هذا أيضا مكسب إضافة إلى المكسب السياسي الأبرز الذي كان من وراء العمليات بمجملها من جميع أذرعها في المنطقة وهو فرض نفسها كرقم صعب في معادلة الأمن والسلم الدولي وبالتالي ستستمر هذه العمليات أشبه بالروتين اليومي لتنفيذ مهام وفقا لمعطيات الموقف الإقليمي والدولي لمحاولة تحقيق أهداف ومكاسب ممكن أن تحققها إيران أو الميليشيا الحوثية وشاهدنا ذلك على طاولة الحوار في الأسبوع الماضي ما بين وفد أمريكي ووفد إيراني في سلطنة عمان وبالتالي ستستمر هذه العمليات إلى أن تحقق أهدافها ولكن لا نعلم أين تذهب المعادلة حقيقة وأين ممكن أن تصل بهذه السياسة سياسة حفة الهاوية مع المجتمع الدولي ربما تغريها إصرار المجتمع الدولي على عدم توسيع نطاق الأصراع في المنطقة وهذا ما يجعلها تقوم بعملياتها بين الحين والآخر وهي ضامنة في ذات الوقت بأنها لن تتعرض للردع المباشر وهذا ما حدث أيضا للميليشيا الحوثية في استهدافاتها في البحر الأحمر لم يتم أي عملية ردع حتى عمليات الضربات الجوية ثلاثة الموجات التي كانت عبارة عن ضربات متعددة نستطيع أن نسميها هجمات جوية هي ثلاث منذ بداية العملية وما تبقى وما حدث من بعدها بما فيها استهداف اليوم هو عبارة عن ضربات استباقية لأهداف كانت جاهزة لأن تنطلق على سفن في البحر الأحمر أو خليج عدن وبالتالي هي عمليات استباقية أو وقائية لعمليات هجومية كانت على وشك أن تتم المحل العسكري والاستراتيجي العقيد روك نياسر صالح كنت معنا من عدن شكرا جزيلا لك على كل هذه الإضاحات طالب خبراء الأمم المتحدة ميليشيا الحوثي بالإفراج الفوري عن أفراد الطائفة البهائية الذين تحتجزهم في سجونها منذ العام تقريبا وقال الخبراء في بيان إن ميليشيا الحوثي تواصل احتجاز خمسة أفراد من البهائيين في ظروف قاسية حيث لا يزالون معرضين لخطر التعذيب والإخفاء القسري مضيفين أن ميليشيا الحوثي تمارس اضطهادا متعمدا ضد الأقليات الدينية رغم أن التعدد البهائيين في اليمن لا يتجاوز عدة ألاف إلا أن الحوثيين ومن ورائهم طبعا إيران تعتبرهم تهديدا قوميا فما هي جذور البهائية في اليمن؟ ولما يراها الحوثيين تهديدا تعود جذور البهائية إلى منتصف القرن التاسع عشر حين رست سفينة المبشر بالديانة حضرة الباب في مدينة المخة منذ ذلك الحين أصبح اليمن محطة رئيسية ونقطة انطلاق منتظمة للبهائيين الذين ينتقلون من آسيا إلى شمال البحر الأحمر بعد الحرب العالمية الثانية استقرت موجة من المهاجرين البهائيين في مدينة عدن منها انتقل معظمهم إلى شمال اليمن والمدن الرئيسية سنعا احتضنت التجمع الأكبر للبهائيين حيث أصبح أفراد الأقلية اليوم يعانون اضطهادا ممنهجا عقب سيطرة ميليشيا الحوثي على المدينة صور الاضطهاد تمثلت في الحرمان من حقوق المواطنة والتهجير والاعتقالات التعسفية والإخفاء القصري والمحاكمات السورية في العام 2020 أفرجت الميليشيا عن عدد من البهائيين من بينهم محكمون بالعدام ونفتهم وذلك بعد ضغوط دولية مثلت البهائيين في الأمم المتحدة عبرت عن خشيتها من أن يكون الاضطهاد الذي تمارسه ميليشيا الحوثي ضدهم بموجب تعليمات إيرانية وسبق أن اكتشفت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة تعميما إيرانيا سريا ينص على الخطوط العريضة للاضطهاد الممنهجي ضدهم هذا التعميم الذي أعد بناء على طلب المرشد الإيراني خامنئي يوصي بتبني سياسة شاملة لمنع تقدم البهائيين وتطورهم في اليمن كما يوصي بوضع خطة لمواجهة البهائيين وتدمير جذورهم الثقافية حتى خارج البلاد معنا من لوكسنبرغ الدكتور نادر الثقاف مدير مكتب الشؤون العامة للبهائيين في اليمن مرحبا بك شكرا لوجودك معنا احكي لنا أكثر عن جذورهم وكيف وصلوا لنقطة خلاف مع الحوثي مرحبا عزيزي مبروك شكرا على الاستضافة أهلا وسهلا البهائيين هم مواطنين يمنيين مثل ما شرحتم في تقريركم المفصل معرفة أو احتكاك البهائية باليمن كانت من أواصط القرن التاسع عشر والبهائيين هم من خلفيات مختلفة في الوقت الحاضر من خلفيات من قبائل يمنية من أشخاص دومها مختلفة ومثلهم مثل أي مواطنين يمنيين دائما يسعوا إلى خير ورفاها اليمنا الحبيب للأسف الشديد لم نكن نعاني قبل فترة سيطرة الحوثيين في أواخر 2014 لصنعاء منذ سيطرتهم على صنعاء وبدأ نوع من الإضطهاد الممنهج هذا الإضطهاد الممنهج كان يرتقي في كل فترة إلى وضع أسوأ وأسوأ يعني في فترات مختلفة في 2015 و2016 كمان حادثة معروف أنهم اعتقلوا أكثر من 60 شخص من البهائيين ذكرتم في تقاريرهم المختلفة في 2017 أيضا كان هناك اعتقالات في 2020 حادثة النفي التي ذكرتها التي تعتبر حادثة خطيرة الأول مرة تحصل نفي مواطنين يمنيين من بلدهم بسرد اختلافهم للمعتقد وآخر سلسلة الانتهاكات هذه كان في مايو من السنة الماضية في 25 مايو 2023 قاموا الحوثيين بهجوم مسلح عنيف على منزل أحد البهائيين في صنعاء واعتقلوا 17 فردا منهم خمسة نساء وبسبب الضغوط المحلية والإقليمية والدولية تم اطلاق طرح 12 حتى الآن لا زالوا لأسف خمسة بهايين اكتملت عليهم السنة كاملة الآن وهم معتقلين وكان تقرير قبراء الممتحدة تقرير واضح أنه يطالب الإفراج العاجل عن الخمسة البهايين لا زالوا رهنة الاحتجاز وبالإضافة إلى هذا حتى الأشخاص الـ 12 فرد اللي تم اطلاق صراحهم لا زالت ظروفهم صعبة لأنهم تحت المراقبة الدائمة طيب ما أسالي بالمواجهة لديكم اليوم كطائفة لمواجهة الحوثي وأفعاله؟ في بداية الأمر كأي مواطنين يمنيين نحب أن نشارك الجميع بحقيقة هذا الاضطهاد في أول الخطوات يجب على الجميع أكانوا يمنيين أو المجتمع الإقليمي والدولي على معرفة حقيقة ما يحصل وأعتقد وجودنا على من بركم الكريم هذا واحد من الخطوات اللي نقوم فيها بالمقاومة البناء الإيجابية كلنا كيمنيين الكثير من اليمنين ناصرون في أزماتنا السابقة ولا زالوا مستمرين إلى اليوم فلابد من الضغط بكل ما أوتينا أكاننا في اليمن أو كمنظمات حقوقية محلية ودولية من أجل أن يطلقوا صراحة الخمسة البهائيين المتواجدين في معتقلات الحوثيين بالإضافة أيضا إلى احترام جميع حقوق المواطنين اليمنيين البهائيين بحريتهم باعتقادهم البهائي أبرز ما تعرضت له هذه الطائفة وعدد لنا يعني أين يتواجد اليوم البهائيين تحديدا بالنسبة لما مرنا فيه كان من نهاية 2014 إلى الآن العديد من الانتهاكات التي تمت بحقنا كبهائيين من طرف الحوثيين ممكن أحاول أحصرها بين أكثر من مئة شخص بهاي تم اعتقالهم تم هناك كثير من الانتهاكات والتعذيب النفسي والجسدي تم مصادرة أملاك بدون وجه حق تم تأميم حسابات بنكية لبهائيين تم قطع أرزاق بهايين كثير بسبب عدم استطاعتهم للدهاب إلى العمل بسبب الملاحقات القائمة تطول لكن لو نختصرها ممكن نختصرها بأن ما يقوم بها الحوثيين يصل إلى نوع من محاولة الإبادة الجماعية والإبادة الدينية لمكون من مكونات المجتمع اليمني وهما البهائيين بالنسبة لعدد البهائيين أو أماكن تواقدهم مثلما ذكرتم في تقريركم يعني هما بسبب الأوضاع الحاصلة الصعب أننا نحصل على أرقام محددة لكنهم عدة آلاف متواجدين في مختلف مناطق اليمن في مختلف محافظات اليمن بشكلنا من لوكسنبرغ الدكتور نادر الثقاف مدير مكتب الشؤون العامة البهائيين في اليمن شكرا جزيلا لك على كل هذه الإضاحات في نشرة ولكن بعد قليل عقد من الحرب يدمر معظم المدارس في اليمن تجدد المعارك بين الجيش والدعم السريع في العاصمة الخرطومة هذه المعارك متواصلة بوتيرة واحدة كأن المشهد يتكرر دائما إلى متى سيبقى الوضع على ما هو عليه في سلاح المهنسين تحديدا هل في الأيام الماضية كان هناك تعاطي مختلف مع تلك المنطقة غاية الأهمية بالنسبة للطرصي أبوات الدعم السريع تريد أن تصحب من عملياتها العسكرية كل المناطق التي يسيطر عليها الدعم السريع الشعب يشعر بالأمان يشعر بالاستقرار مالك يتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان سوق الشعب اتعرضت لنهيب يعني جدا الحالة أصبحت صعبة كيف تترؤون دعوة مالك عدهر الأخيرة الحرب الآن في السودان هي حرب عبثية كل طرف يسعى للصقر والانتغام من الآخر على حساب المواطن السوداني الآن وبعد دعسر مفاضة جدا نسي ماريوهات إذن القادمة الآن وفي كل مكان من العالم وفي كل الوقت حدث يغير شيئا ما في حياة أناس في قرارات قادة وفي مصاري دول لأنه لكل خبر تداعياته تابع الحرب في مكانه وزمانه يوجه قطاع التعليم في مدرية لودر بمحافظة أبيان اليمنية مشاكل وصعوبات عديدة أفرزتها الحرب على مدى عشر سنوات أبرزها عدم توفر المباني التعليمية فطرت تلاميذ للدراسة تحت الأشجار وفي العراء كما يعاني المعلمون من عدم تلقيهم رواتبهم ومستحقاتهم المالية أزمة التعليم في اليمن وقسوة الظروف المحيطة به بما في ذلك معاناة المعلم بسبب النزوح وتوقف الرواتب مأساة كبيرة أنتجتها حرب ميليشيات الحوثي منذ عشر سنوات المعاناة في قطاع التعليم تشمل جوانب عدة بدءا من إهمال المعلم ومتطلباته المعيشية وعدم دفع الرواتب إضافة النقص في المستلزمات والمباني المدرسية واقع التعليم في اليمن واقع مؤسف ومؤلم نتيجة لعدد من الأسباب أولا عدم الاهتمام من قبل الجانب الحكومي بالمعلم وكذلك نقص في المباني المدرسية والمستلزمات المدرسية أيضا المعلم اللي هو الشريحة المهمة في التعليم مهمش لم يلغى على مستحقاتها المالية نزوح التلاميذ والمعلمين بسبب الحرب منذ عام 2014 أدى أيضا إلى نفورهم ودفعهم للانقطاع عن الدراسة إضافة إلى النقص في المناهج والمدارس وتأتي مديرية لودر بمحافظة أبيان كجزء من واقع أفرزته الحرب وألقى بظلاله على كل مناطق اليمن مديرية لودر تشكو ضعف الإمكانات وغياب المخصصات المالية للمعلمين والمدارس وسط إهمال من الحكومة أو ناتج عن تراجع قدراتها كان هناك كثير من القصور بالنسبة لمنهاج المعلمين الأماكن الدراسية للمدارس والصفوف الدراسية فاليمن يعيش هذه المرحلة منذ بداية الحرب الأمم المتحدة حذرت من سوء أوضاع التعليم في اليمن وقالت إنه على شفى الانهيار وسط تقديرات تشير إلى وجود أكثر من مليوني طفل غير ملتحقين بالمدارس وإن نحو 2700 مدرسة تعرضت للدمار أو الضرر إذن قبل أن نستطيف معنا من تعز الدكتور محمود مغلس وهو عميد كلية التربية والتعليم بجامعة ذمار سابقا نود أن نتحدث عن أرقام للتعليم في اليمن في آخر ثلاث سنوات منها ما يتعلق بالأمية ونتيجة للحرب تقول بعض التقارير بأن مسألة الأمية في الأرياف وصلت إلى 70% على عكس طبعا المدن الحضرية التي وصلت فيها نسبة الأمية نتيجة توقف الدراسة وتحول الأقلام إلى رصاص 40% وبالتالي مسألة التعليم خطيرة جدا في اليمن ككل أيضا أدى إلى بلوغ عدد طلاب المتسربين من المدارس بالمراحل التعليمية المختلفة لنحو مليوني طالب إضافة إلى أربعة ملايين آخرين هم متضررين من الحرب ليصبح العدد الإجمالي نحو ستة ملايين طالب ما بين متسربين ومتضررين مسألة التعليم في اليمن وخلال السنوات الأخيرة أصبح حلما صعب المنال داخل أسر اليمنية كما تقول التقارير التي رصدت الأوضاع على الأرض مع الحرب التي أدت إلى إغلاق المعامل وندرة الكتب والأدوات المدرسية وإغلاق دور التعليم كما أجبرت ألاف المعلمين على الانصراف من مسألة التعليم وكنا في انتظار أن يكون معنا ضيفنا ولكن لم يجهز بعد نذهب إلى السودان رغم ظروف الحرب وموقعها في محيط دائرة الاشتباكات العسكرية بين الجيش والدعم السريع نجحت محلية أمبدة بولاية الخرطوم خاصة في أجزائها الشمالية الشرقية من تجاوز العقبات التي فرضها استمرار الحرب نحن الآن أمام مركز القوصي الطبي بالحارة الأولى في محلية أمبدة وهو واحد من أهم المراكز الطبية والصحية في محلية أمبدة سنقترب من واقع هذا المركز لنتعرف على حجم العمل الطبي والصحي الذي يقدم في هذه المنطقة بمحلية أمبدة بعد أن استغرت المنطقة دي وعم فيها الأمام كثير من الأحياء اتجمعت في منطقة الحارة الأولى والحارة الثانية وبقت حوالينا المركز بكسافة سكانية عالية جدا والحمد لله وبعاوني الله وتوفيقي قدرنا نحن نغطي عدد كبير من المرضى والمصابين والخدمات الموجودة عندنا عيادات للنساء والتوليد عندنا أخصائية نساء وتوليد وعندنا غرفة بتاعة ولادة الحمد لله وزالك بفضل الله وعندنا أخصائي مسالك بولية وعندنا أخصائي جراحة عزام وعندنا أخصائية أطفال والحمد لله إلى جانب آخر من جوانب الحياة داخل محلية أمبدة هنا تدشن جمعية الهلال الأحمر السوداني دورة متخصصة في الإسعافات الأولية مستهدفة المئات من شباب محلية أمبدة نحن في أمبدة جمعاء الحارة الثانية شغالين كورصات تبع الهلال الأحمر السوداني ومكتب شراف محلية أمبدة الحمد لله الحارة الثانية والأولى والثالثة دي من الحارات الآمنة وهس الحمد لله كل الدارسين الموجودين قدامك ديل ديل من الحارات اللي أنا ذكرت عليك ديل يعني الحمد لله مستغرين الأوضاع رائعة والوهادعة جداً الحمد لله في موايا في كهربا الناس بتجي تدرس نزار البكداوي لقناتيا العربية والحدث من داخل الحارة الأولى بمحلية أمبدة غربي أمدرمان مشاهدين نشر انتهت نترككم مع المقابلة الخاصة التي أجرتها الحدث مع نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي إلى اللقاء معنا في الستوديو هنا نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي لشرق الأوسط دانيال شابيرو مرحبا بك شكراً لوجودكم معنا أبدأ معك من اجتماعات مجموعة العمل الخليجية الأمريكية التي عقدت في الرياض ما المرجو منها؟ الولايات المتحدة الأمريكية ومجلس تعاون الخليجي لديهم أوقود من التعاون في المجال الأمني النرمي لمواجهة التحديات المشتركة وجعل المنطقة أكثر ازدهاراً وأمنة بالنسبة للجامعة عامنا اليوم مع مسألة أولاً نظام دفاع ضد الصوريخ النرمي لتبادل المعلومات وتمكن للأطراف بربط أنظمتها لتحقيق المزيد من الأمن ومواجهة تهديات من إيران والجامعات المدعومة من إيران بالصواريخ والمسيارات وركزنا بالأساس اليوم على تحسين وتعزيز تبادل المعلومات والبيانات وكذلك وكالة الدراسات الأمريكية ستساعد مجلس تعاون لتطوير بني مجلس تعاون الخليجي في مجال دفاع الصاروخي في الأمن البحري نواجه تهديات غير مسبوقة من قبل الحوثيين تطالوا أسف الملاحة الدولية نحتاج لتحسين التشغيل لقواتنا من خلال التمرين المشتركة وتبادل المعلومات والتكنولوجيا لمواجهة تهديد تهريب الأسلحة وهكذا يتلقى الحوثي الأسلحة عبر الممرات البحرية ومنع أيضا انتشار هذه الأسلحة هذه الدول هي شريكة لنا من أجل حماية الملاحة في البحر الأحمر وعند ضرورة تنفيذ دربات لهزيمة هجمات الحوثيين من خلال عمل مشتركة رواية المتحدة ومجلس تعاون الخليجي سيكونان في موقفين قويين فيما يتعلق بالدفاع الصاروخي كيف تقيمون اليوم التهديدات في البحر الأحمر بالوقت الحالي وهل من تغيير في الاستراتيجية التعامل مع ميليشيا الحوثي اللويات المتحدة عبرت عن التزامها لدامان حرية الملاحة الدولية وقمنا من خلال إنشاء تحالف حارس الازدهار هناك الكثير من السفن التي تقوم بالتأمين البحر الأحمر لسفن العابرة وقدر المستطاع الضرب الأسلحة الحوثي عندما تطلق في البحر الأحمر ولكن هذا مشكلة دولية والمطالب هي هائلة تمس كافة البلدان وهي المتضررة من ضرب حرية الملاحة الأمر لا يقتصر على الجبهة العسكرية نحن نفرض عقوبات على الحوثيين وداعمهم أيضا من خلال دراجهم على القوائم الإرهاب وكذلك العمل على تشفيف منابع تمويل للحوثيين حتى لا يشتروا هذه الأسلحة كذلك نرمي للإدانة الأنشطة في الأمم المتحدة من قبل دول أخرى ونرمي لاستقطاب نزيد من الدول في هذا المسعى إذن ما يقوم به الحوثيون هو غير مقبول ونرغب من العالم بأسل أن يعمل معنا لوضع حد لذلك شهدنا أيضا على الضفة الأخرى انخفاضا في تصعيد الميليشيات ضد القواعد الأمريكية إن كانت في سوريا أو العراق ما سبب الرئيسي لهذا الانخفاض وهل هذا ناجم عن تفاهم مع إيران الولايات المتحدة طبعا ساعت لمنع وقوع الحرب التي بعد السابع من أكتوبر منع هذه الحرب من الاتساع ولكن هناك منسعه لتوسيع رقعة الحرب منذ السابع من أكتوبر القوات الأمريكية في سوريا والعراق والأردن تعرضت للهجمات مئة وستسعة وسبعين مرة من قبل الميليشيات المدعومة من إيران قمنا بالدفاع مع نفسنا في 28 يناير قتل ثلاث جنود أمريكيين خلال هجوم على القوات الأمريكية في الأردن عقب ذلك قامت الولايات المتحدة بتنفيذ ضربات صاروخية قوية ضد الميليشيات المدعومة من إيران ومنشاءات الحرسة الثولة الإيرانية في العراق وسوريا استهدفنا أفراد أيضا لهم صيلة بهذه الهجمة حدث ذلك في الثاني من فبراير وأكثر ومرت أكثر من مئة يوم دون يكون هناك هجامات نحن نريد أن نوضح بجلاء أن الولايات المتحدة ستقوم بما يجب للدفاع عن أمريكيين لا نريد التصعيد بالتأكيد في هذه المنطقة طيب بعد ثمانية أشهر اليوم من الحرب ما نسبة توسع الحرب في غزة إلى أن تتحول إلى حرب إقليمية واسعة الولايات المتحدة بنت موقفا ورئيس بايد قال ذلك منذ اليوم الأول تقريب نحن لا نريد تصعيدا ونريد تفادي اتساع رقعة الحرب هناك من يرغب استغلال هذه الحرب لتوسيع نطاقها حزب الله أطلق الصواريخ ضد إسرائيل والحوثيون قاموا بعملات إرهابية ضد سوف العابرة للبحر الأحمر والميليشيات في العراق والسوريا قامت بهجمات أيضا إذن الولايات المتحدة جلبت قواتي لمنطقة حاملت طائرات وكذلك أصول جوية وقدرة أخرى للدفاع ودد الصواريخ الباليستية والمساعدة على خفض التصعيد والردع في الثالث عشر من أبريل بطبيعة الحال قامت إيران بهجوم غير مسبوك أكثر من ثلاثمائة صاروخ ومصيرات أطلقت ضد إسرائيل في حدث غير مسبوك بفضل استثمارنا في التكنولوجيا والتدريب ونشر القوات في المنطقة والشراكات التي توجد لدينا ما العديد من الدول في الإقليم وخارج استطعنا وبنجاح هزيمة 99% من هذه الأسلحة التي لم تصل إلى أهدافها وهذا أدى إلى تفادي تصعيد كبير هذا الجهد لمنع تساع رقعتها الحرب وينكذ الأرواح ويمنع الصراع من الاتساع شكرا جزيلا لك نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي للشرق الأوسط دانيال شابيرو على كل هذه الإضاحات ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة